وفي تعبير عن الانزعاج الإسرائيلي من رسالة الميادين وفعليتها قال وزير الأمن الإسرائيلي أف جالنت إن كيانه ليسمح بما وصفه بالدعاية الخطيرة لبث قناة الميادين التي تحاول خلال الحرب ألمس بمصالحها الأمنية على حد قوله وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها أو اتخذها الكابنت ضد شبكة الميادين هو الأمر المطلوب فعله إزاء داعمي الإرهاب الذين يتظاهرون بأنهم صحفيون في حين أن هدفهم بحسب قول جالنت هو ألمس بأمن إسرائيل ومواطنيها هذا ولفت إلى أن إسرائيل أوصلت بالعمل ضد القناة وتطبيق إجراءات جنائية واقتصادية ضد العاملين فيها هذا دائما بحسب مقالة جالنت